بسم الله والسلام على رسول الله مرحباكم عزيزة الطلاب موضوع حلقة اليوم سيكون عبارة عن Tools State Manage State أو Scene Stats المقصود فيه هو عبارة عن توفير وقت و جهد لكل اللي يستخدمون الماكس في حال إذا عندي أكثر من تسمين أو مقترح بدل ما يكونوا بأكثر من File Max يكونوا فايل واحد فايل واحد بس عن طريق ترتيبهم داخل Scene Manager لمنجر خاص بالسينستات فتحنا الآن عشان نشوف التقييم option 1 هو التصميم القائم نحتاج أشوف option 2 بنفس الماكس فائل بدون ما أطفي و أشغل واحد ثاني بس أعمل رستور في المواصفات خاصة من نهاية إضاء من نحت ألوان ماتيريال موقع كاميرا بشكل عام كل ما يختص في المشهد كامل ممكن نعمله حفظ بحالة معينة هذه الحالة اسمها منهجمًا من نواد رستور إن صماحت adjacent إذا أمي having option 2 من الزهد إذا سيفت ان اضع وإضاء الصماحة هناك option 3 نعمل في نفس الطريقة السابقة لأول up store ومن ثم نكون 10ャال الوصفة يمكنك أن يفيد instruments في هذا المجال بالإضافة لهذا الشيء نعمل الخاص في باتش لما اجي اعمل رندر اللي اكثر من صورة بوقت واحد بحيث انه ما اظل يستنى الصورة تخلص عشان اعمل رندر جديد بعمل لك حزمة من الصور او حزمة من المشاهد بفايل واحد عن طريق اد بضيف كاميرا الفيو اللي اضاف ليها بشكل مباشر ممكن اضيفه كاميرا مثلا كاميرا 1 وحيسيف عندي من فريم او صورة واحدة وممكن يكون بسين لاحظوا الستيت اللي عنده هون الثري اوبشنز اللي عنده هون هم نفسهم الثري اوبشنز اللي بالاعلى فهو مباشرة داخل على المانجر الخاص بالسينستيتس واختارهم لانه تم حفظهم سابقا لانه تم حفظهم سابقا فممكن ارندر نفس المشهد بنفس الكاميرا باكثر من ديزاين باكثر من ديزاين وكل مرة يحفظ ليها بشكل منفصل عن طريق الاوتبوت باكثر انا بحدد له وين يحفظ الصورة واختال له اشهر سواء العشرين صورة عدد غير محدودة من الصور يعني ما في مشكلة واتلك يرندر ليخلص كامل المجموع حسب الرندر سين مانجر انا مجهز طب كيف نعمل سيتتب له الموضوع كامل جدا سهل وابسط مما تتوقعه لو عندنا فايل وفتحنا فايل سابق أو فايل ريسيت ما في مشكلة نعتبر ان التصميم عندنا عبارة عن القطعة البوكس هذه عبارة عن تصميم معين والسفير تصميم اخر والسيندر تصميم ثالث كيف افرق بينهم عن طريق اني ارو على وعمل نيو مانجر سين ستاتس بيكون عندي عادة فاضي ساختار المجموعة الاولى وعملها هايد من راتي كليك ظهر عندي القطعة الواحدة هاي سعمل سير للبوكس بها الوضعية يعطي رقم واحد او اي رمز بحب ترمزه خلصنا جاهز انتا الموضوع راتي كليك انهايد اول اختار القطعتين وعطيها هايد وعطي السيف اللي هو اثنين يس اختار الثالث اختار الثالث ثالث هو السين رقم ثلاثة القطعة البسيطة هاي ستكون عبارة عن اي تصميم انتو محتاجينه خلصنا نرجع ون نعمل رستور رستور الاثنين ثلاثة ممكن ما اي لحظة اعمل انهايد اول وعدل على التصميم وعدل على التصميم الامر سهل جدا ووسيط وصدقا استهل تعرفوه تستغلو ان شاء الله مصلحة تصميم وانا بانتظاركم في حال مساعدة حال بدون مساعدة او نتكلم عن موضوع معين بعثوا لي في الكومنت سونا تحت امركم بتمنى تكونوا استفدتوا منها امر البسيط والسهل تحت اقوالات جميلة ترجمة نانسي قنقر